اهلا بكم عزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمان في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب النشي بالتأكيد طبعا احنا في شهر رمضان شهر الصوم شهر الخير شهر البركة بالتأكيد كل واحد له تقوص كل واحد له خصوصيات في شهر رمضان شهر رمضان شهر الانجازات شهر الانتصارات شهر الصوم اكيد طبعا كلنا لنا عادات وتقاليد مختلفة في شهر رمضان عن اي يوم تاني في السنة كل سنة اون طيبين ورمضان كريم ويعود عليكم الايام بخير ان شاء الله باذل الله ومصرنا دايما في امن وامان نجمنا النهاردة نجم سفير سفير بلده في مصر هو نجم من نجوم نادي الزمالك السابقين والحقيقة متعنا بالاهداف ومتعنا بحاجات كثيرة جدا خلال لعبه في نادي الزمالك هو سفير فلسطين في القاهرة الرياضي كابتن مصطفى نجم على الرغم من قصر الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك الى انه ترك بصمة واضحة وقاد الفارس الابيض للعديد من الانتصارات والبطولات ليكون واحدا من ابرز لاعب الكرة الفلسطينية في تاريخ الدور المصري هو هداف الزمالك السابق مصطفى نجم مصطفى نجم اسم على مسمى فتواهج القناص الفلسطيني في قيادة خط هجوم القلع البيضاء على مدار ثلاثة مواسم متتالية في الفترة ما بين عامي تسعين وثلاثة وتسعين وساهم في معانقة النادي الملكي للقب الدوري في مرتين فضلا عن لقب افريقيا للاندية ابطال الدوري مصطفى نجم من موليد الرابع والعشرين من عام الف وتسعمائة وستة وستين وطرق ابواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن العشرين عاما قبل ان يخطف انظار مسؤول القلع البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة خمسة عشر هدفا كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلع البيضاء يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الاهلي الذي حسم به الزمالق قمة الدور الاول للدور الممتاز موسم الف وتسعمائة واثنين وتسعين الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين حيث حفر الهدف الفلسطين اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الاجانب المسجلين في الدرب القاهري وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزاله حيث تولى تدريب عدة اندية فلسطينية ابرزها الصداقة والهلال واهل غزة بالاضافة الى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بناد الزمالق على مدار سبع سنوات متتالية جماهير الزمالق لم تشعر مطلقا بان مصطفى نجم لاعبا اجنبيا او غريبا على قلعة ميت عقبة فاعتبرته واحدا من ابناء النادي الذين تربوا بين جدرانه واحد انجب تلاميذ الخط الامامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى انصار النادي الملكي اهلا بك كابتن مصطفى اهلا بك كابتن طارق اهلا بالسادة المشاهدين كل سنة وحضرتك طيب كل سنة والامة العربية والاسلامية بخير رمضان كريم على الامة الاسلامية والعربية وانا سعيد ان انا موجود معاك اه النهاردة حبيبك كابتن مصطفى انا اللي سعيد جدا جدا بك وكل سنة ودى طيب ورمضان كريم الله اكرم الله اكرم الحالة طبعا في رمضان فعايزك بقى ايه يعني تجيب شوات حاجات كده من غزة ها استرجع الزكريات في غزة بقى وقول لي بقى ايه كل حاجة لان احنا مشتقين جدا جدا لان احنا نسمع كلام عن طبعا وطننا التاني والغالي وربنا يا رب ان شاء الله يعني يرجعوا لاحضان واولاده تاني ان شاء الله بازل الله فلسطين العزيزة علينا جميعا كابتن مصطفى نجم شهر رمضان كرسان طيب عايز ااخدك الاول ليه مسيرتك الرياضية الاول مصطفى نجم اه لاعب تلعبت في اندية في غزة ولا ملعبتش في غزة وجيت على طول عالز زمال انا انا كابتن طارق انا موليد معسكر الشاطئ اه فلسطين غزة اه وترع رعت طفلتي وشبابي اه تحت الاحتلال الاسرائيلي وكنا بنلعب كورة ودورات رمضانية اه في الاندية اه خاصة نادي الاهل الفلسطيني نادي غزة الرياضي خمسيات وسوداسيات اه كان حاجة متعة طبعا في رمضان والله ان احنا كنا بنلعب دورات الرمضانية ما كانش فيه انارة وقتنا ما كانش فيه اضواء لانه احنا عندنا ظروف الاحتلال وكان الظروف صعبة جدا كنا بنلعب بالنهارة كابتن طارق قبل الفطار يعني بنصلي العصر مساء وبنلعب وعوقات بنعمل كانوا بيعملوا نادي الصداقة اللي هو نادي الجمال الاسلامية سابقا كان بيعمل دورات رمضانية على مدار اليوم من الصبح يعني نروح الساعة 10-11 نلعب طول النهار واحنا صايمين والله والله العظيمة كابتن طارق يعني واحنا صايمين ونقعد يعني كنا بنستمتع ما كناش كمان بنحس في صعوبة رمضان يعني كان متعنك انت وانت صايم وبتقدي فروض ربنا وبتتعب وبتشقى غير لما بتكون نايم وتصحى مثلا متأخر وما تحسش بالتعب عشان ربنا يكفأك ويجزيك ويديلك حسنات اكتر لازم تشقى في رمضان تشتغل تصحى بدري فكان ايامها ايام جميلة كنت انا بشارك في الدورات الرمضانية وكان بعض الناس اللي هي المسؤول عن الدورات كابتن طارق اللهم زي رجال اعمال يعني وهم بيجمعوا اللعيبة المميزة فانا كنت بيطلبوني في اكتر من دورة رمضانية يعني بلعم مثلا تمشهور انت اوه كنت الحمد لله يعني كان ربنا كريمني وانا صغير ومع مجموعة من اصدقاء يعني اللي هي اصدقاء الطفولة وطبعا دي حاجة انا كنت بقى يعني لعبت في نادي الجماعيل اسلامية اللي هي الصداقة اللي هي اول البراعم الناشئين كنت في نادي الصداقة تمام وبعدين بقى انتقلت نادي الزمالك انتقلت من نادي الصداقة للنادي الاهل الفلسطيني الاهل الفلسطيني ومن خلال النادي الاهل الفلسطيني احترفت في نادي الاتحاد السكندري اه في الاول اه كان فيه دورة صيفية اه يا انت مجدش على زمانك على طول لا كان فيه دورة صيفية اللي هي بتتعامل في اسكندرية هاي التنشيط والسياحة في اسكندرية كانوا بيعملوا دورات صيفية وبيشاركوا بعض الانبياء عارف انا دورة صيفية شاركنا فيها كتير دورة صيفية بالذات برافع عليك تمام وطبعا ظهرت بمظهر كويس مع نادي اهل غزة ونادي غزة الرياضي فنادي الاتحاد طبعا استاذ عبدالله الحسن رحمة الله عليه طبعا من الناس المحترم الله يرحمه كان فعلا اه اتحاد سكندري كان غني غني في ايامه الحقيقة كان زمال كاوي كبير وصديق الشخص اللي حسن بيع بالفتوح الله يرحمه فهو كان يعني متشجع ان انا اكون موجود خاصا والدتي مصرية شافوك ازاي في فلسطين شافوك ازاي هو انا كنت بلع من اللي قالوهم عليك يعني هل انت جيت اختبرت ولا هما شافوك ولا فيه اه مثلا ايجنت هو اللي جابك الاتحاد سكندري لا هو ما كانش الايامي هالجوكالا اللعيبة والحاجات دي لكن انا كنت اه الدورة في الاردن في نادي الوحدات كان بيعمل دورة اه على غرار الدورة الصيفية في الاردن فبعت لنادي غزة الرياضي وقتها انه شارك في الدورة في الاردن وكان مشارك فيها نادي الاتحاد السكندري هي دي البداية فانا كنت من ضمن نجوم قطاع غزة مدعمين لنادي غزة الرياضي سافرنا الاردن وعملت ماتش ضد النادي الاتحاد السكندري كابتن طارق كنت متقلق جدا فآآ من هناك طبعا الكابتن بوب والله يرحمه كان موجود والكابتن كاتو والكابتن الجارم وكابتن شاحت اسكندراني فاشادوا بيه بيه فلما عرفوا ان والدتي مصرية بعتوا دعوة للنادي الاهل الفلسطيني عشان يشارك في البطولة آآ الصيفية اللي هي في تقام في اسكندري صحيح آآ كانوا موجودين طبعا في دورة الضفتين وآآآ بعتوا لنا لنادي الاهل غزة يشارك في البطولة الصيفية في موسم او صيف سبعة وتمانين في اسكندري يا كلام هايشاركوا في اسكندري النادي الاهل الفلسطيني الاتحاد السكندري بعت دعوة علشانك انت يشوفوك ولا دعوة عشان يدعو نادي عشان يدعو اولا يدعو نادي اهل غزة وآآآآ يشوفو رصطفا نجمع عن قرب في البطولة ويكونوا موجودين النقاد والناس اللي هي موجودة في نادي الاتحاد على رأسهم طبعا اه الديبة وآآ كاتو كباتن الكبار وآآ كابتن عبازة وكابتن شحتة آآ تألقت ايضا في دورة الاتحاد اللي هي الدورة الصيفية وتم الاتفاق مع رئيس نادي اهلي غزة ان انا بقى موجود هنا في مصر مع نادي الاتحاد ومضيت معاهم انت عارف حضرتك كابتن ما كانش في احتراف ساعاتهم مش في احتراف كنت تمضي في نادي يعني في نادي خلاص استمراته تبقى انت فوريفر بقى مع النادي اه تبعهم يعني ما نفعش تروح مكان اللي بستغنى كان اياميها فلعبت لنادي الاتحاد وآآ كم سنى لعبت تلت مواسم من سبعة وتمانين تمانية وتمانين لتسعين لتسعة وتمانين تسع وتمانين وتسعين وبعد كده بقى انت خلق للزمالك جيه ازاي اه يمكن حضرتك عارف اه فاكر نهائي كاس مصر انا فاكر بس عايزة نهائي كاس مصر نهائي كاس مصر كان الاتحاد والزمالك في استاد القاهرة اه واول مرة ألعب يا كابتن طار في وجود سبعين تمانين الف متفرد كنا بنلعب دوري اتحاد وزمالك اتحاد واهلي بس ما كانش فيه جماهير نهائي كاس مصر بقى نهائي كاس مصر وحضرتك جيبت الجون وزمالك كسب كاس مصر واحد سفر يراك في جون بس ما نعديش لا الجون ده شطة جمدة طبعا شطة جمدة من ناحية الشمال كان منهالك بتاءل الحاوي من ناحية اليمين بس هي اساسا كان فاولة كابتن طار ما علينا بقى فاولة تحتاج بارمين سنة كورة دي المهم يعني من ساعتها وبدأت المفوضات لانه المطش ده انا يمكن عملت مطش عمري مع نادي الاتحاد بس ما كانش عندنا الهداف اللي موجود يخلص او الاتحاد الهي كان نبدي جامع جدا يا جماعة في المطش ده تعبنا جامع جدا احنا جبنا جون في اول 3-4-5 دقايق عطاخ مش كده بعد كده بقى الامور بقى رايحة جاية رايحة جاية ما كانش حد عارف فين هيك ساقيا بقى الاتحاد ما كان الاتحاد الحقيقة يعني كان غياب سامير فوزي كان هداف الفريق كان عنده 3 انزارات وكان موقوف لو كان موجود كان ممكن لانه كان هداف الفرقة ولعبنا بالسردباك امان فضل كان بيلعب سردباك لقى بفرود عشان مفيش فرودة كان وقتها 3 بنلعب 4-3-3 اللي هو كان وينجي رايت انا وينجي رايت ولازم يبقى في راس حربي يخلص لكن طبعا الزمالك كسب المطش ده وبدأت المفاوضات من ساعتها بقى مين بقى التفاوض مع الزمالك من الزمالك تفاوض كان جورج بيه الله يرحمه جورج سعد هو اللي كان موجود وكان رئيس النادي وقتها المهندس نور الداني وبعدها انتقلت طبعا في وجود المستشار جلال إبراهيم حتى انتقلت رسميا من النادي الزمالك ��면تذر تجاج عن بقى التفاوضات من المامات تجاج ٩٨٩٩۔ من صدق من ال Fa... من صدق من لا. اخذت دوري تنين دوري و بطولة افريقيا انت لعبت معنا ٩٩١٪ ٩٩٢٩ بتاع مكاة ٩٩٩ ما أخذناش دوري كان فيه لم أessment دوريين و افريقيا دورين و اربع بعد موسمين و اربع سهمت centers بطولة افريقيا لادور الثمانية لانو في موسم أربعة وتسعين كان تأيت كأجنبي فكان فيه مشكلة يعني وتشلت من القيمة عشان كان فيه خطأ إداري أعتقد أنه أنا لما كنت بلعب في الاتحاد كمصري لما تنقلت من الاتحاد للزمالك تأيت كأجنبي وهي دي النقطة اللي أثرت علي فكملت مع الزمالك الموسم ده وبعد كده رحت أعرى المعاولين وبعدين رجعت الاتحاد السكندري طيب بعد كده بعد ما بطلت بقى اتجهت لي التدريب ولا الإدارة حاليا عملك إيه في نادي الزمالك حاليا أنا مدير فني مدرسة الكرة والأكاديمية مع زميلي العزيز كابتن وثامة حسن وأيضا عضو لجنة فنية في نادي الزمالك مع كبتنك كبار وأنا سعيد جدا بوجودي مع في نادي الزمالك وعملي في نادي الزمالك مع المجموعة الكبيرة كوكبة من نجوم مصر الموجودين في القطاع في قطاع الناشئين نجوم خدم ونادي الزمالك كتير وكان ليهم اسم كبير جدا وسعيد جدا موجود في القطاع طب انت مدير فني البراعم وعندنا براعم وعندنا قطاع ناشئين قل لي بقى هل في مواهب يا مصطفى في الطريق انت بطعم مدير فني البراعم اكيد بليون في المية عندك دراية كاملة باللعيبة فهل من الممكن احنا نشوف القريب العاجل لعيبة تصلح انها تلعب فريق اول على لونجورانف بعد المدى الطويل في المدى الطويل بإذن الله يعني خلينا نتكلم لعيب جامد جدا يشبه عمر زكي ايمن امير عبدالعزيز انا بتكلم ده ناشئين انا بكلم في البراعم البراعم في احمد ابراهيم 2009 مع عيهاب رفاعي هداف كبير جدا في احمد ناصر في احمد صفوط صنع العاب في مالك اسامة نبيه لعيب حيبقى له شأن كبير صحيح في ايضا ابن كابتننا العزيز طرق مصطفى طرق مصطفى ابنه برضو احمد اشوال محمد لعيب كويس جدا تفرقت عليه كويس جدا في اكتر من لعب هيكون لهم شأن ان شاء الله في المستعبل طيب انت بقى في البراعم واكيد مليون في المية قرار الادارة في فترة عدم التجديد لبعض اللعيبة فريق الاول صدر قرار من المشاريع المرترى منصور بالاعتماد على الناشئين شافك قرار ده الى اي مدى يخدم قطاع الناشئين وبراعم في نات زماني يعني انا مع الاستعانة ببعض الناشئين في الفترة اللي جاية لكن مش يعني مش بشكل كبير يعني يعني ما ممكن استعين ما نستعجلش يعني أصدر نستعين واحدة واحدة يعني ممكن كل مباران نحط لاعب لعبين وسط اللعيبة الخبرة اللي موجودين عشان برضو الدرجة الاولى محتاجة خبرة ومحتاجة ان احنا اللعيب هياخد خبرته منين وهيثبت وجوده منين وهيتقلق منين من اللعيبة اللي هتشيله في الدرجة الاولى لكن ان انا اعتمد على الفريق ككل ان انا احط فرق يعني مثلا 2003 او 2001 كل الفرق تلعب بدرجة اولى صعب لانه ممكن نستعجل ويتحرق اللعيبة يعني لكن انا ممكن استعين واحدة واحدة نعمل خطة انه كل على مدار الموسم اللي جاي واللي واللي بعده يكون عندي بعد كده نواة عندي من قطاع الناشيين في الدرجة الاولى يبقى عندي 11 لاعب 11 لاعب تانيين يبقوا موجودين من قطاع الناشيين في نادي الزمالك هتوفر على نفسك فلوس كتير هتبيع لعيبة هتعير لعيبة كتير من قطاع الناشيين خاصة قطاع الناشيين عندنا كابتن طارين تعرف يعني وافر باللعيبة كويسين جدا في لعيبة كويسة جدا في رفاعي 2003 في شكري في محمد طار في العميد البكرايد في حاتم سكر في مصطفى نديم حرس مرمى في أكتر من لعب طبعا حيكون لهم شأن في نادي الزمالك ومستقبل انت مع تصعيدي الناشيين ولكن بالتدريج يعني عشان ما يبقاش فيه نوع من حرق المواهب بدري بدري يعني مع التدريجية ممكن يشاركوا مع الفريق الأول الفترة اللي جاي لازم أنا عشان استفاد من كابتن طار يعني أنا أنا كناش عشان أطلع ألعب مع كابتن طار كنجم في الفريق الأول لازم أستفاد منه يكون موجود جنبي يعلمني صح أخذ منه خبرته أخذ منه الروح بتاعة نادي الزمالك لأنه مهم جدا طبعا روح نادي الزمالك وروح اللعيبة ودي أبناء النادي هم اللي حينقلوا الروح لللعيبة الصغيرين فطبيعا نحن واحدة واحدة ممكن يبقوا بعد كده زي ما قلت لحضرتك أنه الناشيين نعتمد عليهم بصفة أساسية بعد موسم أو موسمين على الأقل مستمر مع كابتن مصطفى نجم نجم نادي الزمالك والصابق طبعا وهدف نادي الزمالك في التسعينات بالتأكيد حدثنا مستمر هنسألك بقى عن رمضان أنت طبعا من غزة فلسطين فعايز أعرف بقى الفرق ما بين رمضان في غزة وفرق بين رمضان في مصر هل أنت مثلا بتستمتع به في غزة ولا بتستمتع به في مصر الأكلات المشهورة كل ما يتعلق بشهر رمضان الكريم بما أننا في شهر رمضان أكيد طبعا عشان نتعرف على كل هذه الأمور هنطلع لفاصل ومن الفاصل هنروح لتشكيل منتخب الأسبوع ولو هناك أهداف الأخوة في الإعداد يجهز هنا ونتفرج على تشكيل الأسبوع ونتفرج على أهداف قطاع الناشئين ونرجع نكمل حدثنا الممتع مع نجم مصر نادي الزمالك كابتن مصطفى نجم بعد معرفنا منتخب الأسبوع رجعنا تاني مع نجمنا النهاردة والصهرة رمضانية الجميلة مع كابتن مصطفى نجم نجم نادي الزمالك السابق كابتن مصطفى بنرحب بيك مرة تانية بنقولك بقى رمضان يعني أكيد بس خليني أخذك في الحتة الرياضية شوية أنت مسؤول فني عن البراعم في نادي الزمالك مدير فني هل في تدريبات جرعات تدريبية معينة بتتحط في شهر رمضان عنه في الآمن العادية برامج التدريب هم بتتغير هو بالنسبة لبراعم كابتن طواري أنت عارف حضرتك بنتمرم بالليل يعني عشان الملاعب والملاعب بتبقى صعبة بالنهار كله قطاع الناشئين بيتمرن عليها لكن بالليل إحنا بنتمرن بالنسبة للبراعم أنت عارف البراعم مش محتاجين ناحية بدنية كبيرة جدا يعني محتاجين تعليم فترة تعليم فقط فترة تعليم ممكن أحط وحدة تدريبية بدنية في الأسبوع يوم واحد لأنه إحنا بنتمرن البرائم ثلاثة أيام بس في الأسبوع ممكن نأخر خميس جمعة سبت أعتقي ممكن نأخر رمضان هتتعدل لا مش هتتعدل لأنه حد ثلاثة أربع حد ثلاثة أربع حد ثلاثة أربع خميس جمعة سبت الأكاديميات تمام هو مش هتتعدل بس هتتعدل في التوقيت ممكن بعد صلاة الترويح بدا من نتمرن كنا بنتمرن مثلا خمسة في الأيام العادية لكن إحنا دلوقتي في رمضان حنعدلها يعني ممكن بعد الترويح تمانية مثلا من تمانية لعشرة خاصة أنه أنت عارف رمضان أجواء رمضان الوعد بيفضل صهران شوية بينما يتصحر وصلي الفجر يعني فممكن تتعدل كموعد بس يعني نأخر ساعتين يبقى الواحد يعني يبقى اللعيب هضم الأكل الفطار عشان يقدر يديلك في التمرينة يعني نظام التغذية بالنسبة للسن اللي انت معاه ده كابتال مصطفى بيختلف عنه في الناشئين يعني مثلا انت بتبني دلوقتي بني آدم من ناحية البدنية هل نظام التغذية بتدروا لولاد نظام التغذية معين ولا بتسيبوا لولاد بقى براحيتهم كده يعمل لهم معايزين في السن ده برضو موضوع الأكل يعني بنسيبهم براحيتهم ليه إلا إذا لو لعيب مثلا شايفينوا انه وزنه زايد ومحتاج انه هو نعمله نظام غذائي معين في عندنا الدكاترة موجودين في النادي عملوا له طبعا تنظيم في الأكل وكمية الأكل والكلام ده إنما هيبقى السن ده صعب انك انت تسيطر عليها كابتال طارق أو أو تحرمه من حاجة مثلا إذا كان جسمه رشيقه وجسمه تمام يعني لأنه العيب في السن ده محتاج كل حاجة محتاج نشويات محتاج سكريات محتاج بروتينات محتاج كل حاجة وهو بيحرقها يعني هو بيحرقها أيضا في التمرينات وانت عارف السن ده الصغير بيروح المدرسة برضو بيحرق وبينزل الشارع وبيحرق فما ما أعتقدش يعني طيب هل أنتقل التقوس الرمضانية بقى للعيب كرة قدم في رمضان هل هناك تقوس معينة للاعب كرة قدم في رمضان كافتا مصطفى عنه عن الشخص العادي يعني أنا أنا خليني أسترجع الزاكرة بتاعته يعني أيام ما كنت أنا بلعب كورة مثلا وحضرتك موجود كانت التقوس طبعا أولا كنا بنلعب بالنهار ما كانش في لعب بالليل خالص استوينا احنا استوينا كنا بنلعب مطشط حتى بالنهار ونسافر مثلا نروح السويس نروح الساعة في نفس اليوم وصايمين والمحلة وصايمين ونفطر في الوتوبيسة كابتن طاري لو تفتكر كنا نفطر في الوتوبيس وإحنا مروحين العلبة كل واحد علبة كده طيب أيام كانت جميلة بس تحس بتعب وإنك وكان ربنا بيكرمك دايما كان ربنا بيكرمك وبتكسب دايما ويمكن حققنا بطولات في رمضان ما انتعرف حقرتك واخدنا بطولتين دور عام وكنا بنصوم والحمد لله أكيد طبعا خدت مباريات صعبة في شهر رمضان أكيد عد عليك مباريات صعبة في شهر رمضان هل احكيلي يعني شهر رمضان بالنسبة لك انت وانت بتلعب هل خدت مباريات في شهر رمضان أنا بفتكر كان في دور مع ماليندي التنزاني في دور الستة وتلاتين في تنزانيا هناك سافرنا هناك سافرنا هناك وكان في رمضان وكان في رمضان وكان أجواء يعني صعبة شوية لما رحنا هناك وأنا كمان عشان معايا وسيقة سفر فلسطينية كنا رايحين كينيا الأول ترانزيت لازم نخش على كينيا الأول وبعدين نروح تنزانيا فالسلطات الكينية رفضت دخولي كينيا وكان هيرجعوني مطال قاهرة قال له له السفير المصري هناك في كينيا هو تعهد إن أنا على مسؤوليته إن أنا أغادر البلاد يعني ترانزيت والحمد لله عملنا مطش كويس وكسبنا هناك واحد سفر وأنا اللي جبت الجون والله مختلفة هل ما تعرضتش لضغوط إنك تفتر في أحد المباريات في رمضان عن طريق أي مدير فني حتى لو كان مصري بس مش تقولش اسم مصري لا هو كان هو كان موسم 92-93 كنا بالنفس عبطولة الدوري وخلاص يعني النفس الأخير فكان معنا مستر ديفيد مكاي وطبعا الجهاز المعاون فأقروا إنه إحنا لازم نفتر واللي مش حيلعب اللي مش حيفتر مش حيلعب كان مطش الإسماعيلي في الإسماعيلية يعني فيه أربع خمس لعيبة ما رضيوش يفتروا ما لعبوش وخسرنا المطش ده كابتن طارق والله أه خسرنا المطش ده المطش اللي بعده سابولنا الحرية إنه إحنا اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يفتر يفتر وربنا كرمنا الموسم ده حسوا بالزم يعني إنهم فتروا بعض اللي عيب عشان كده أخسرهم مش عارف يعني ما هو أنت عارف الأجانب يعني المدربين الأجانب أنا بكلم على الطاق من مصري اللي معاه لكن فيه مساعدين مصريين نعم أنا معرفش بصراحة يعني يعني أخدوا التصريح منين أو حاجة زي كده طيب أنت عندك تقوز في رمضان كالتومصطفى معينة بتحب تعملها طبعا أنا هل التقوز مختلفة من غزة المصر ولا هي 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 بس في غزة رمضان مختلف شوية يعني بمعنى إيه بمعنى هنا السهرات الرمضانية دوريات احكيني شوية عن رمضان في غزة وبعدين يعني رمضان في غزة أهم حاجة الدوريات الرمضانية بعد الفطار أو بعد الترويح دي أهم حاجة وأوقات برضو قبل الفطار بنعمل دورات رمضانية وبيعملوا بطولة مسغرة في غزة للأندية كمان الأندية اللي هي الدرجة الأولى بيتوقف النشاط نهائي الدوري بيقف دوري بيقف دوري بيقف بيعملوا دورة تنشطية في رمضان وجوائز وفلوس وكده بيعملها الأستاذ عبدالسلام هنية طبعا لأنه هو عضو مجلس الشباب والرياضة والمجلس الأعلى الشباب والرياضة وبتكون دورة ممتعة يعني دورة ممتعة وفيها جماهيريا طبعا الجمهور هناك بيحب الكرة وملوش متنفز غير الكرة في غزة مفيش يعني حاجات يعني غير الكرة فدي بتبقى ممتعة فعلا في غزة طبعا في مصر هنا انت عارف الدورات الرمضانية أهم حاجة طبعا صلاة الترويح دي مهمة جدا هنا وفي غزة يعني مهمة جدا جدا طبعا قبل الفطار طبعا مهم من قريطة القرآن طبعا قبل الفطار وبعد وقبل الفجر دي العادات اللي أنا العادات برضو أنا بحب أعمل الأكل بإيه دي أوقات بساعد ميراتي تطبخ أنت أنا بطبخ أنا بساعد ميراتي في الحاجة دي بحب أعمل الحاجة بنفسي بعض الأكلات بعض السلطات بعض الأكلات المعينة زي اي يعني بتلبخ ايه او بتحب تلبخ ايه انت او ضليع في ايه انا ضليع في طاجن مثلا الأسماك طاجن الجنباري بالسبيت اه انا عايز اكلم احنا معزمين عند جات المصطفى ان شاء الله بذلله على طاجن سوبيت بالسمك بالجنباري هات الناس معاك واتنورونا طبعا في مرات بتعمل مقلوبة حاجة اسمها المقلوبة الفلسطينية دي مشهورة يعني وفي الكبسة طبعا مقلوبة دي بتبقى فيها فراخ كده او لحمة ضاني بتبقى في الحلة من تحت بتحط عليها شوية بتنجان وشوية ترنشات قوطة بتتقلي تحت كده وبتترس وبعدين بتحط الرز عليها وبتقفلها بتغطيها خالص وبعدين بعد ما بتستوي بتقلب الحلة كده عشان سموها مقلوبة عشان بتقلب الحلة بقى اللحمة تحت وبعد كده لما تقلبها بتبقى فوق عشان كده مقلوبة طبعا فيه دي اشهر الاكلات في فلسطين في غزة يعني او فيه المنسف طبعا منسف المنسف عبارة عن ايه منسف ده المنسف عبارة عن طبعا باللحمة ضاني اوه فيه لازم يكون فيه شراك ورز يعني رؤاء ورز اوه بيبقى فيه نوع من الجميد اللي هو اللبن الحادق ده بيتطبخ ايه اللبن الحادق ده اسمه جميد 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 ده من البقر وجموس ولا اه اه بيتجمد كده وبيعملونه بيبقى حادق يعني طعمه حادق وبيبقى لونه ابيض كده زي الرايب كده اه رايب بس بيتحط ايه مع الشربة ومع اللحمة وبتحط بتسق فيه الرؤاء والرز تبقى حاجة جمدة يعني يعني هي دي اكلة وكمان اردنية فلسطينية يعني طيب احكي لي موقف طريف حصل لك في رمضان فيه المباراة اه في حياتك العادية اي موقف طريف كده حصل لك في شهر رمضان المبارك يعني موقف كتير في رمضان لكن صعب ان الواحد يفتكرها يعني حاليا لكن موقف كتير حصلت يعني طب اصعب مباراة مثلا لعبتها في شهر رمضان المباراة تعبت فيها جميل جدا وحاسيت ان انت يعني مجهد جدا وكان ظروف صعبة جدا اجواء حرى حاجات زي كده كان ماتش المحلة في المحلة كان مطش المحلة في المحلة موسم 91-92 ولعبنا الساعة 2 انت عارف ملعب المحلة ده بيطلع صهد وكسبنا المطش ده كسبنا المطش ده الحمد السنة اللي خدنا فيها الدور ده كان مطش صعب جدا وانت عارف عرضية الملعب المحلة النجيلة عالية كابتن طارق وبتجري فيها بتغرز يعني مطالب انك انت بمجهود يعني تعمل مجهود زيادة فما بالك وانت صايم وبعدين خلي بالك يا كابتن ما احنا كنا باللعب الفرق برضو صايمين زينا عشان كده كنت بتقدر لكن ما تقدرش انت صايم وفرق قدامك فترة وتأدي في المباراة طيب عايز اروح لي يعني حاجة مهمة جدا وهي انت بطولة كسبتها في شهر رمضان ما تنسهاش ابدا يعني هو ما جاتش بطولة في رمضان يعني خدناها لانه كان الموسم بتهيالي لكن احنا خدنا بطولة دوري 91-92-93 92-93 كان فيها من ضمنها ماتشات في رمضان يعني لعبنا ماتشات جندة جدا في رمضان وكسبناها معظم الماتشات دي كسبناها والله يعني طب وانت بتلعب بقى في رمضان ما عمركش كده زوخت وروحت لعبتي في دور رمضانية مثلا بدون علم مدرب ولا عمرك ما عملتها بصا كابتن احنا ما كانش في احتراف ما كانش في احتراف هي بروح تلعبت هي بروح تلعبت مجملة المينة كابتن طار يعني اصدقائي مثلا في محافظات زمال كوية اكبار مثلا بيحبوا الزمالك لما ييجو كابتن طار تعالى في دورة رمضانية افتتح حال عبر ربع ساعة فكنا بنروح طبعا مساهمة مننا للناس اللي هي الزمال كوية اللي بتحب بنادي الزمالك وكت بروح بستمتع لما لاقي كل الجماهير موجودة وجماهير الزمال كوية ويعني كنت بدور على الحاجة دي ما خبيش عليك كابتن طار كنت بدور على الحاجة دي يعني اي حد بيدعيني في رمضان كنت بروح يعني بلابد حتى بعد ما بطلت حتى بعد ما بطلت بيت فاضي دلوقتي اه تحب دلوقتي بيتروح غزة برضو دلوقتي في رمضان من فترة ما روحتش غزة يعني من 3-4 سنين ما روحتش غزة لكن لو اتحتل الفرصة ودعوني في غزة في حاجة معينة مناسبة بطولة مش عارف ايه لو لقيت الوقت يسمح وما يتعرضش مع شغلي في النادي اروح علاب بالنداء واروح خاصة ان انت عارف انا فلسطين دي بلدي وناسي واهلي فلما بيطلبوني في حاجة زي كده الناس عاملة ايه ناك الناس عايشة ازاي وبيقدروا رمضان ازاي مصطفى اناك في ظل الاحتلال اللي موجود هو في غزة دلوقتي ما فيش احتلال يهود طبعا مش يوم من غزة لكن طبعا احنا محاصرين يعني فيه حصار لانه انت بمعنى ايه الحصار يعني ايه الحصار يعني بيمنعوا الاكل بان الامدادات توصل يعني فيه بعض الامدادات بيمنعوها لكن انا من خلالك طبعا في شهر رمضان الكريم بحب بشكر الحكومة المصرية والشعب المصري انه هم السند القوي للشعب الفلسطيني معبر رفح ومنفذ رفح كل يوم كابتن طارق بيدخل امدادات والله للشعب الفلسطيني سواء مواد غزائية او اعادة الاعمار بعد الحرب الاسرائيلية اعادة الاعمار المسؤول عنها الحكومة المصرية واتدخل مواد البناء وكل حاجة فطبعا من خلالك ومن خلالنا قناة الزمانك بقولهم الف شكر الف شكر للحكومة المصرية والرئيس سيسي وطبعا احنا بنقدر المواقف السياسية والرياضية لمصر طبعا اكيد مصر مسندل بشكل كبير للشعب الفلسطيني والقضيات الفلسطينية دي مهمة جدا جدا فرصة مصطفى معنا ان احنا بنبعد تحياتنا وامنياتنا ان شاء الله للشعب الفلسطيني بإذن الله بانه نعم عليه بالحرية شعب الفلسطيني جزء كبير جزء عزيز علينا فلسطيني جزء عزيز علينا جدا وعلى المصريين بالذات ودائما وأبدا فلسطين هي القضية الأساسية والهمة لأي رئيس جمهورية بيجي داخل مصر ولمصر أيضا أكيد وبالتالي بنبعد تحياتنا وبنقولون كل سنهم طيبين بمناسبة شهر رمضان وإن شاء الله بإذن الله رمضان القادم يبقى إن شاء الله بإذن الله الشعب الفلسطيني في حرية كاملة بإذن الله إن شاء الله ويكون أهم حاجة القدس محررة من اليهود لأنه إحنا القدس ده تاني الحرامين الشريفين وإنت عارف حضرتك اللي بيحج وبيعمل عمره وكده لازم يقدس في القدس يعني ده فرض فطبعا الشعوب العربية محرومة من الكلام ده لأنه إسرائيل هي اللي بتتحكم في القدس وفي ناس كتير عايزة تروح تصلي في المسجد الأقصى فما بيقدروش يوصلوا هناك عشان التأشيرة الإسرائيلية إن شاء الله بإذن الله طبعا مستمرين مع كابتن مصطفى نجم إن شاء الله بإذن الله في حوارنا الممتع والشيق في صهرة رمضانية عبر قناة نادي الزمالك وبرنامج ملعب الناشئين نطلع لفاصل ونرجع نكمل حديثنا مع نجمنا النهاردة مصطفى نجم أهلا بيكم مرة تانية عزائي المشاهدين مع نجمنا النهاردة في صهرة رمضانية مع كابتن مصطفى نجم نجم نادي الزمالك أسابق كابتن مصطفى وانت بتمرن بقى دلوقتي ومسؤول عن قطاع البراعم في نادي الزمالك هل بيتم يعني إعطاء بعض الأوامر أو بعض الضوابط بالنسبة للعيب الناشئين في شهر رمضان؟ يعني أهم حاجة طبعا إحنا ك... أثناء المباريات يعني أثناء المباريات هل في يعني تعليمات معينة وانت في شهر رمضان غير الأيام العادية؟ يعني ما معتقدش لكن إيه أنا بقول مثلا لو إحنا البراعم هنلعب مثلا الساعة عندنا ماتش الساعة تمانية هتفتر الساعة ستة فبنقول للعيبة ما تحاولش تأكل كتير يعني أشرب سويل وكل حاجات مثلا سلطات كل حتة لحمة اللي هي بتهدم بسرعة عشان ما تتعبش في الماتش وبعد الماتش تقدر تعمل وجبة الصحور دي اللي انت عايزه لأنه انت بتكون حرقة اللي انت أكلته على الفطار فدي بعض الحاجات اللي هي ممكن يعني اللي هو يعني تبقى حريص ان انت تديره بعد عماية كلش كتير عشان يبقى في كامل نشاطه تمام طب وقبل الفطار بقى لو صدفة ان انت لعبت قبل الفطار لا قبل الفطار طبعا يعني بالنسبة للناشئين خلينا نتكلم للناشئين طبعا يعني لازم أختصر المجهود بتاعي يعني ايه يعني فيه بعض اتمنع اللعب قبل الفطار دلوقتي على مستوى كل الأعمار لكن زمان كنا بننعب كده ما هو عشان كمان يعني دلوقتي صعب شوية انك انت اللعبت يعني خاصة موضوع ايه التعليمات اللي انت ممكن تقولها قبل الصيام يعني أثناء الصيام وانت بتلعب مباراة لللعبتك ايه يعني ان انا ما حاولش ان انا اجهد نفسي كتير اه يعني احاول ان انا اعمل المجهود المناسب في المكان بتاعي اه يعني من الحاجات دي يعني مهمة جدا وحاول برضو موضوع ان انا اه اه وان انا يعني اكون الروح الجماعية والروح مع الفريق بتزود لك الناحية المعنوية بتاعتك اه كل الحاجات دي المعنوية محتاجها اللعيب يعني طيب من ناحية البدنية هل يتأثر اللاعب وانت كلاعب اينا كنت بتأثر من ناحية البدنية اه وانت بتلعب وانت صايم اه طبيعي كابتن طارق اه تتأثر طبيعي يعني خاصة في الشوت التاني او في الوقت الاخير من المباراة لانه انت بتكون حرقت كل حاجة عندك وما فيش حاجة يعني ممكن يحصل لك كمان كرمبات ويجي لك شد في السمانة يجي لك شد في الخلفية اه لكن احنا كنا متعودين نصوم ونلعب في رمضان يعني بطريقة التكيف يعني انت تكيفت خلاص كل سنة في الشهر ده بتلعب وانت صايم فانت تكيفت على الموضوع ده وانت بتلعب الساعة اثنين والدهر حتى تمريناتك كانت الساعة اثنين والدهر فانت كيفت نفسك كيفت جسمك كيفت الجهاز العصبي اه على انك انت تلعب وانت صايم هل فيه في غزة قطاع ناشئين في بعض الاندية اه طبعا في غزة فيه فيه يعني فيه قطاعات ناشئين في كل نادي وبيعتمدوا على اللاعب الناشئين بصفة اساسية في اه يعني انا اقولك انه بفيش امكاناتنا كنت تشير لعيبة من مرة اعتقد مفيش لا اه صعب انت بتعتمد على اللاعب المحليين اه اقولك فيه لعيب اسمه خالد النبريس دلوقتي هو في الاسماعيل يا كابتن 2003 ده بقاله سنتين بيلعب مع فرقيته اتحاد خان يونس اللي في غزة فريق اول بقاله سنتين بيلعب فريق اول وهدف الفرقة وعنده شخصية كبيرة جدا في الفريق فيه لعيبة كتير ناشئين بتلعب في طب بيه من لعيبة الفلسطينيين اللي اتشاهروا زيك كده كابتن مصطفى يقول لنا امثلة سواء في الدولة العربية سواء في مصر يعني برضو اه لعيبة اكيد مليون في المئة فلسطين ولادة يعني يعني انا اقولك كابتن غسان البلعاوي كان نجم النادي الوحدات والفيصال الاردني اه كابتن الطني الله يرحمه كان جوني البلاستيك طبعا قبل كده مروان كنفاني وابو غيدا وطبعا بعد كده رمزي صالح حارس مرمى الاهلي ودلوقتي محمود وادي ومحمد بلح محمود وادي فلسطيني محمود وادي فلسطيني ما شاء الله لعيب كويس اه لعيب كويس جدا كان نفسي يجي نادي الزمالك قبل ما يروح بيرامدس لانه في مواصفات اللاعب اللي ممكن يفيد نادي الزمالك اشهر العداد اه اللي في فلسطين في شهر رمضان اه في غزة طبعا في غزة اشهر العداد زيارة الاهل والاصدقاء باستمرار يعني اه اخويا طارق بكرة اخويا طارق هيجي يفطر عندي بعد كده اخد اخويا واروح عند اختي بعد كده اختي تيجي عندي كلام ده في شهر رمضان يعني مفيش واحد بيفطر هو ومراته ولاده الواحدين في البيت ما بتلاقي كل طول شهر رمضان العائلات دايما بتتلمي في رمضان في غزة والحالة بسيطة يعني انا ممكن اروح افطر اللي موجود بتاك افطر عندك واخد معايا فطار يعني اجيب معايا فطار يعني بنساعد بعض يعني حاجة جميلة جدا الترابط الاسري في غزة يعني دي حاجة ممتازة جدا مهمة جدا احنا بنشوفها هنا برضو ممكن في الارياف بعض بعض المناطق في مصر موجودة هنا برضو العداد دي انت بحب تاكل ايه في رمضان او في غير رمضان يعني الاكلة اللي بتحبها او بتحرس عندك كده دايما انت كلها انا احب البامية بالضاني باللحمة الضاني البامية باللحمة الضانية دي احب اكلها في رمضان وغير رمضان طبعا الملوخية دي حاجة مع الحمام يعني حاجة جمدة طبعا مدام شطرة في ايه بقى لا المدام شطرة في كل حاجة ربنا يديها الصحة يعني شطرة في كل حاجة بصراحة يعني ربنا يديها الصحة وكل سنة وهي طيبة ولادي بخير حبيب ولادك بقى مين ولادي عندي لقاي كبير خريج تجارة عن شمس وعندي نرمين متجوزة وخريجها تجارة انجليزي وشغلة في بنك الاهلي وعندي منا طلعه اخر سنة في تجارة طبعا وعندي خالد طبعا تعرفوا انت كابت الطارق خالد بيلقى في نادي الزمالي كما واليد الفين وتمانية ودول ولادي ربنا يخلي لك ولادك كده لسه ملوزش حد انت بنتي كبيرة بنتي كبيرة متجوزة عندك احفاد عندي اه باسم باسم بازم الكاو كبير اه وبجيبه معايا انت عارف جده من عماد المندوه يعني عماد المندوه بيبقى خال خال المدام خال جز مراتي والله اه اه تب حاجة جميلة اه اه فهو زم الكاوي خلي بالك وهم اعضاء في نادي الزماليك طبعا اه والده واسرته اعضاء في نادي الزماليك اه وناس محترمة ودول العيلة يعني طيب عايز بقى تقول لي بعض الاكلات المختلفة اللي في غزة عن مصر يعني حاجة ما احنا عارفين بقى المقلوبة لا اكلة كده غريبة اه في فلسطين او في غزة مشهورة مش موجودة في مصر او ما اعرفهاش في مصر اه ما اعتقدش يعني فيه اكلة اه فيه السمجية ايوا فيه اكلة اسمها السمجية اشرح لي بقى السمجية دي السمجية دي بيعملوها في المناسبات الافراح اه يعني في ليلة الفرح مش يوم الفرح في ليلة اللي هي الحنة الصهرة اه يعني صهرة الشباب اللي هي قبل اللي هي الحنة اه قبلها بيوم عشان الناس بتكون يعني القرائب كلهم متجمعين والجنان وكده بيعملوا السماجية اكلة بسيطة يعني بتتعامل من السماج ايه السماج يعني السماج حاجة اسمها سماج والسلج سماج والسلج سلق يعني سلق بيتعامل مع السماج ولحمة قطع لحمة ومعها حمص حب حمص بيتعامل بيبقى حادق اكله لذيذ بس لازم تاكله جنبك ايه برميل مية ساعة عشان ده بيعطش ولازم تاكله جنبه مخلل حاجة حرق حرق فلفل حامي بتاع واضرب بقى كابتن طارق للصبح بقى مش هتنام تقعد تشرب مية يعني اكلة جميلة قوية جدا دي اكلة معروفة يعني ما بيعرفوها الشينا في مصر غزة بتشتهر بايه غزة بتشتهر يعني كان عندنا حمضيات كنا مشهورين بالحمضيات وكنا بنصدر الدول العربية حمضيات دلوقتي للأسف عشان الزراع عندنا علت لانه الاعداد السكان زادت جدا فبدأوا اللي هي الاراضي اللي فيها زراعية يعملوها مساكن وبيوت لكن مشهورة بايه كابتن التين 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 والعنب عندنا نوع من انواع التين والعنب مش موجود في اي دولة عربية العنب ده مش موجود في اي دولة عربية فعلا عنب وتين بتحب تقضي رمضان في مصر ولا في غزة لا هو في مصر يعني رمضان جميل ممتع يعني لكن برضو في غزة انا بحب اقضيه عشان الاسرة اخواتي واخواتي وولاد اخويا وخواتي وكده واصحاب اللي هم يعني وقت الطفولة وكده موجودين لغاية دلوقتي معايا هنا ولا في غزة موجودين في غزة فبحب يعني في غزة عشان اه اسريا وكده لكن طبعا في رمضان هنا حاجة تانية خالص طبعا يعني ايه الاختلافة كابتن مصطفى اه الحياة يعني اه حاجات الترفيهية الحاجات يعني مثلا الحسين تروح الحسين مش عارف ايه الحاجات اللي هي الجميلة دي تصلي في الحسين مثلا مش عارف ايه حاجات جميلة جدا مش موجودة يعني في يعني كان نفسنا زمان كنت بروح القدس مسا اصلي لكن دلوقتي عشان اروح اصلي القدس في القدس لازم تصريح من الاسرائيليين وطبعا صعب التصريح صعبة طيب احنا بقى هنعمل اه لعبة كده صغيرة هقولك بعض المساميات الرمضانية وتقولي اه تنطبق على مين من لعبي مصر سواء في جيلك او الجيل اللي بعد كده او اللي قبل كده حسب ذكرة بتاعتك ما تسمح لك يعني يعني مثلا هقولك اه مين اه اللي رجله زي مدفع رمضان لا اه في مدافع كتير يعني انا وقتي مسلا وقتي اه مسلا وقتي يعني انت موجود وانا اقول مفيش مدفع لا كابتل طريح يحيى وقتا ملعب مع حضرتك كان فعلا اه الاوفر عندك والشوتينج عندك من برة 18 مدفع لكن بعد كده بقى طبعا عندك مدحة عبدالهادي عندك مشير التابعي اه محمد صبري عندك امام عشور دلوقتي فيه لعيبة كتير مدافع رمضان زمال كوية يعني اه طيب مين اه ينفع اه او مين بيقوم بدور المسحراتي كان وقتنا ممكن ممكن دلوقتي وسامة حسن يقوم بدور المسحراتي يا راجل اه جامد جدا اه اه ليه بقى اجمعنا لا او يعرف يتكلم ويعرف يقول ويعرف يعني اه اه ايوه ما هو ما بينامش وسمحاتنا سايف هذا الفكر اه بقى بينام بدري هو بيصحى والله اه لا هو بينام بدري متدين يعني اه بقى انت عارف في المعسكرات لما بنروح اختبارات وهنا وهنا كابتن طارق الساعة تمانية ممكن ينام ويصحى الساعة 12 عادي مستفرقش مم ويرجع ينام تاني الساعة 2 عادي عادي يعني يصحى وينام عادي يومه طويل يعني يومه طويل يعني حاجة بصراحة كويس انك انت ما بتروحش على فنوه طيب مين اكتر واحد بيبعتلك اه يعني رسايل رمضانية على الموبايل يعني اسكار اه ادعية حاجات كده يعني اللي دايما يبعتلك على طول دايما بيذكرك يعني فيه اختي مثلا اختي ومعلاق دايما بتبعتلي اه هي في غزة ولا هنا في غزة دايما وبقى سعيد لم اصحى من النوم الاقي فيه رسالة والله كده منها بتطمن عليها وبحس انه هي يعني فيه راحة نفسية يعني مين اللي عايش في غزة من اهلك دلوقتي كل اخواتي في غزة اخواتك كلهم في غزة انت الوحيد بس اللي هنا او انا موجود هنا يعني هو ممشوش من غزة لا 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 ممشوش حتى والدتي قبل ما تتوفى الله يرحمه الله يرحمه اه قعدت معانا وعيشتنا وربتنا معانه جوء اه يعني والدي الله يرحمه سابها وانفصل عنها اه انفصل عنها وتجوز يعني في الاردن وكده الا انه هي قابت انه هي تسيبنا وتروح مسا عندها لها في بلبيس في مصر هنا قعدت ربتنا واشتغلت انت لك كم اخ او اخت يعني اخي كبير الله يرحمه برضو توفى السنة اللي فاتت وعندي اخ تاني موجود محمد وعندي اختي ام عليا وعندي اختي التانية ام احمد اي يعني بنتين وولد بنتين وولد دلوقتي وفي ولد توفى اه والولد ده موجود في غزة هناك ومتجوز وعايش وتعايش اه وفي عندي طبعا من اخواتي بس مش شعائي اه خمسة في الاردن من والدي يعني اه لهم اي اه مع الزوجة التانية اه مع الزوجة التانية تمام طيب مين بقى؟ مازالنا لسه بنلعب اللي بقى عشان برضو ايما ميروحش بيعض بيدي حاجات كده بتيجي في النص لازم اسألك فيها؟ زمان ما لعبت معاك كورة ولا حاجة نلعب نعيشة كم طيب قل لي مين اكتر لعيب اكيل في جيلك؟ في جيلي؟ يحب الاخل اوي ده رضا عبدالعال كان بيأكل اكل لا والله يا لا اوي اه ده رضا كان حوت في الاكل بحب المكارونة ايه؟ اه كان يموت في المكارونة بقول لك كان يموت في المكارونة اه على اساس انه هو كان رفيع وعايز لا بس هو طول عمره قابل للزيادة زي كده اه اه يعني فهب؟ لا بس كان بيأس على نفسه في التمرين وكان عارف نفسه انه هو محتاج تمرين زيادة طيب مين اكتر واحد بيحب الحلويات؟ كان اكيل حلويات يجيب لكم حلويات او هو بيحب الحلويات بيأكل حلويات ارزا احمد رمزي كان يخدني كان يخدني من اله كنا بنعسكر في دار اللي هي الهندسية اه وكان فيه محل اه فروكسي اللي هو لغاية دلوقت مندلين اللي هو بتاع الملبن والحاجات دي اه جويدر مندلين جويدر ده مشهور بقاله فوق الخمسين سنة اه في الكربة كان بيأخدني والروح نهرب من المعسكر والروح نأكل حلويات ونجيب ملبن اه حاجة جميلة كانت طب مين اكتر لاعب كان ملتزم اه دينيا في اه عموما يعني وبعدين في رمضان كان بيبقى فيه برضو التزام اكتر يعني كان معانا حسين عبداللطيف وكان معانا خالد جلال اه كان معانا برضو نادر السيد اه يعني ناس دي كانت ملتزمة كتير يعني ما كانش فيه حد بيجي صحيك صدات الفجر مثلا في المعسكر كان لازم يسحون اه في المعسكر مين كان بلف بقى على العيبة في الوقت اللي انت كنت لعى فيه في نات الزمالي اه كان معانا برضو عمر كان صغير عمر عبدالسلام برضو كان بيلف ويصح الناس وكان معانا بصراحة اشرف قاسم كان ربنا يشفيه أه اه ربنا يشفيه كان هو برضو بيقوم بالدور ده يعني أيام جميلة كانت أخيرا بيكت حب تقوليها كرت المصطفى اى اه أولا انا بشكرك انك انت عملت كنك معايا اللقاء في رمضانrog bird كل سنة انت طيب كل سنة وجسرتك بخير وبشكر فريق الاعداد وبقولهم كنه اليسان وانت طيبين وكنه كل سنة وشعب مصر وشعب فلسطين طيبين ورمضان كريم علينا وعلى أمة الإسلامية يا رب أنا بشكرك جدا كابتن مصطفى استمتعنا معاك وكل سنة وانت طيب وكل أهل فلسطين وغزة طيبين وإن شاء الله بإذن الله قريبا يبقى فلسطين محرارة إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا كابتن مصطفى في النهاية لقاءنا النهاردة أعزائي المشهر والصهر الرمضانية الممتعة مع نجب مصر ونادي الزمال كابتن مصطفى نجب أشكركم شكرا جزيلا خالص تحيات فريق العمل بالكامل وخالص تحيات طارق يحيى الأسبوع القادم وحلقة جديدة من منعب النشيين